إذن عن تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية على التحشيد من جانبي روسيا والغرب ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الصحفي المتخصص في شأن الروسي سلام مسافر أستاذ سلام مرحبا بكم وزارة الدفاع الروسية تقوم بعمليات تفتيش للتأكد من جاهزية قواتها القتالية على حدودها مع أوكرانيا هل تقرع أو تقرع موسكو طبول الحرب أستاذ مسافر؟ هو في الواقع استعراض هو المعلي فيها بالدرجة الأساس حلف شمال الأطلسي الذي يرطب المقترحات الروسية ويرطب الفكرة الرئيسة التي يستند إليها الروس في المفاوضات مع الجانب الأميركي ومع بلدان حلف الناتو وبالمناسبة هذه البلدان هي منقسمة على نكيها في الموقف من قبول المقترحات الروسية هؤلاء يعتقدون بأنه بعد انفراض اقتل الاتحاد السوريتي تلقوا وعود طبعا كانت شفوية بالدرجة الأساس من حلف شمال الأطلسي ومن الريك المتحدة بعدم توسع الناتو نحو الشرق أي عدم قبول أعضاء جدد من بلدان ما كان يعرف أن ذاك في المعذكر الاشتراكي وقد خالف الحلف هذا الشرق فضم دولا جديدة في ما يعرف في أوروبا الشرقية أو أوروبا الجديدة يعني إلى جانب دول الحلف في أوروبا العجوز منها رومانيا وهنغاريا وغيرها من البلدان التي كانت كانت أما في المدار السوريتي تدور وفي حلف وارشو أو كانت جزء من المنظومة السوريتيية مثل الجمهوريات البلطية السوريتي الروسي الآن يريدون العودة إلى ما قبل عام 1991 يعني ما قبل انهيار الاتحاد السوريتي هي أنه طبعا الحلف الناتو يرفض هذه المعادلة يقول أن الانتماء لمنظمة حلف الناتو العكسرية والسياسية هذا هو قرار ضوعي تتخذه البلدان وأنه مكتوح علمنا بأن أوكرانيا لا تنضرق فيها مواصفات الانضمام إلى الحلف يعني حسب النظام الداخلي لحلف شمال الأطلسي لا يجول انضمام دولة لديها مشكلة نزاع على الأراضي وأوكرانيا لديها هذه المشكلة مع روسيا أيضا جورجيا وهي الجمهوريات السوبيتية السابقة تعاني من مشكلة أراضي في أبخازيا وفي أوسياتيا وبالتالي فالانضمام غير وارد وفق النظام الداخلي لمنظمة حلف شمال الأطلسي لكن التهديد الذي يمثله الحلف وفق رأي موسكو هو هذه الضخ الكبير من الأسلحة المتطورة للبلدان الأعضاء التي في صحاد دولتيا طيب أستاذ سلام يعني في المقابل ألا ترى أن التصريحات الأمريكية بل وحتى الفعل الأمريكي من خلال حلفائها في البلقان توشي بأنها تريد التصعيد هل تعتقد ذلك؟ هم الأمريكان يرجعون باستمرار إلى سياسة الحفاظ على التوتر الدائم في العالم إذا نأخذ مثلا المنطقة في الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة بل منذ عقود وهم يهجدون إيران مثلا على سبيل المثال وإيران في الواقع هي التي تهدد جيرانها ولم تكف عن هذا التهديد أيضا الولايات المتحدة تخلق حالة من التوتر في منطقة الهند الصينية بتوجيه التهديدات بالتمرار بكوريا الشمالية لكنها لا تقوم بخطوات عملية طبعا الولايات المتحدة تقوم بالخطوات العملية كاحتلال العراق تغزو العراق واحتلالها لأن هذا يتعرف مع مصالح الحليفة الرئيسية لها في المنطقة الإسرائيل وبالتالي دخلت العراق واحتلالها لكنها تبقي دائما على حالة التوتر في المناطق التي ترى أنها تدخل في مجالها الحيوي منطقة البلقام تدخل في المجال الحيوي للولايات المتحدة تقوم بالتهديد وتحاول أن تدفع روسيا إلى تباق تسلح جديد نعم تعتقد فيه الإدارة الأمريكية أن روسيا غير قادرة بحكم عوامل تتعلق بمثانياتها الاقتصادية رغم أنها بلد غني وفيه وفرة من المواد الخام لكن الولايات المتحدة باقتصادها الذي يشكل حوالي 20% من إجمال الاقتصاد العالمي ترى في سباق التسلح إذا أخذته مع روسيا هي ستكون الراتحة أو كما تعلمون أن المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة هو الذي يحكم وليس البيت الأبي أولي نعم أستاذ سلام لو تحدثنا عن موقف ألمانيا التي رفضت تسليح أوكرانيا وهي بذلك قد خالفت ترتيبات حلف النايتو كيف يمكن تفسيرها وقراءتها ألمانيا عمليا لديها علاقات متغيزة مع روسيا حتى في الحقبة القيصرية كانت ألمانيا دائما بالمناسبة القياصر الروس فيهم تجري الزماء الألمانية في نفس الوقت في الحقبة السوبيتية وحتى في الفترة التي كانت حرب الباردة مشتائلة بين الشرق والغرب قامت ألمانيا الغربية أو ألمانيا الانتحادية عن ذاك السبعينيات بخطوة باتجاه الانفراج مع موسكو السوبيتية ولدى ألمانيا وروسيا مصالح مشتركة فيما يعرف بالسيل الشمالي والسيل الجنوبي السيد الأزرق للغاز تعتمد ألمانيا بشكل رئيس على صادرات الغاز الروسية كما أنها تستفيد من مبيعات هذا الغاز بدول الثالثة هذا العنصر يلعب دور كبير في تبايل موقف ألمانيا من مواقف كجدان حلف شمال الأبوات وفي الحقيقة فألمانيا تعتبر دولة منزوعة استلاح عمليا رغم أنها لديها جيش لكنها حسب الاتفاقية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لا تتمتع بفرض كما تتمتع البلدان الأخرى وبالتالي فهي تنبذ عمليا أي نشاط حسكري في أوروبا قد يؤدي إلى تعزيم الأوراح يعني الألمان تلقوا الدرس من الحرب العالمية الثانية وهم يتعاملون بغض النظر عن المستشار الذي يحكم أو الحزب الحاكم في ألمانيا يتعاملون بحذر شديد مع موضوع الحرب والسلام من موسكو الصحفي المتخصص في الشأن الروسي سلام مسافر شكرا جزيلا لكم